وفقت دولة جنوب أفريقيا على استخدام لقاح مضاد لكوفيد 19 تنتجه شركة السينوفاك الصينية تأتي هذه الموافقة وسط موجة ثالثة من الإصابات حيث سجلت البلاد 24 ألف حالة جديدة يوم الجمعة وأكثر من 300 حالة وفاة ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى خاصة في جوهانسبورغ هذا ورحبت الحكومة بالموافقة أهملة في توسيع برنامج التطعيم الذي لم ينجح إلى حد الآن إلا في تطعيم حوالي 5% فقط من المواطنين وقالت سفارة الصين في جنوب أفريقيا أنها ستساعد في توصيل اللقاحات